الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام هكذا عنونت مجلة فورين بوليس الأمريكية تقريرا لها عن الانتخابات الليبية لتضيف أن هوس الأمم المتحدة بهذه الانتخابات على حساب القضايا الحقيقية في البلاد يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالا المجلة قالت إنه بدلا من السعي إلى معالجة المواقف غير القابلة للتوفيق لمختلف أصحاب المصلحة فإن المؤتمرات التي عقدت أخيرا في باريس وترابلوس وأكدت ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من كانون الأول الحالي كانت مجرد دبلوماسية سطحية فورينبوليسي تطرقت إلى ترشح سيف الإسلام القدافي والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتؤكد أن هذا الترشح لم ينل الاهتمام اللازم من المجتمع الدولي رغم أن ذلك من شأنه أن يقوض العملية السلمية الجارية في ليبيا المجلة الأمريكية اتهمت الأمم المتحدة بالأخفاق في بناء التوافق بين الفرقاء الليبيين وألقت بثقلها وراء إجراء الانتخابات من دون العمل على تهيئة الظروف المناسبة لها كما أكدت المجلة أن الغرب غير مؤهل للوساطة في ليبيا بسبب وجود المنافسة داخل حلف شمال الأطلسي وداخل أوروبا حيث يلعب بعض أعضائه دورا مركزيا في إطالة أمد الحرب واستشهدت فورين بوليسي بأن الحكومة الفرنسية تتمتع بسجل حافل في تزويد حفتر بالأسلحة والاستخبارات والتدريب منتهكة حضر الأسلحة الأممية لتختم المجلة الأمريكية بأن إخراج المرتزق الأجانب من ليبيا من شأنه أن يقطع شوطا طويلا في حرمان حفتر وحلفائه من نفوذ حاسم ولن يترك لهم أي خيار سوى الالتزام بتسوية سياسية وأشارت إلى أن هذا يمكن أن يمهد الطريقة نحو ما يشبه المصالحة بين الشرق والغرب وهو شرط أساس لضمان عدم عودة البلاد إلى الصراع المسلح